موسيقى رئيس مجلس القيادة يصل الى محافظة تعزوى يضع حجر اساس عدد من المشاريع وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الروسي موسيقى وزير الاشغالي ومحافظ المهرة يضعان حجر اساسي مشروع صيانة المقاطع المتضررة من الاعصار تيج بالغيظة اهلا بكم مشاهدين في نشرتنا الاخبارية الرئيسية نقدمها لكم من استوديوهتنا في مدينة المكلة بمحافظة حضر موت والبداية مع خبر وصول فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليمي ومعه عضواء المجلس الدكتور عبدالله العليمي والشيخ عثمان مجلي وعدد من كبار رجال الدولة الى محافظة تعز في اول زيارة رئاسية للمحافظة واقض فخامة الرئيس وعضواء المجلس خلال الزيارة اجتماعات مع قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي والقيادات العسكرية والامنية لوضعهم امام المستجدات على الساحة الوطنية واعرب فخامة الرئيس عن سعادته بزيارة محافظة تعز مشيرا الى ان لقاءاته مع قيادة السلطة المحلية ستركز على تعزيز سبل العيش وتحسين الخدمات وحشد جميع الطاقات خدمة لهدف التحرير هذا وكان في استقبال فخامة الرئيس رشاد العليمي ومحافظ محافظة تعز نبيل شمسان وضع فخامة الرئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليمي ومعه عضواء المجلس الدكتور عبد الله العليمي والشيخ عثمان ميجلي وضع حجر الاساس لعدد من المشاريع الانمائية والخدمية الممولة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية فخامة الرئيس كان في استقبالهم مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وعمار اليمن أحمد مدخلي وعدد من مسؤولية البرنامج الذين قدموا شرحا حول المشاريع الخدمية الجديدة وشملت المشاريع مركز الأورام التخصصي وإنشاء محطة كهرباء بقدرة ثلاثين ميجاوات ومستشفى ريفي بمدرية المواسط ومشروع إعادة تأهيل المعهد التقني الصناعي بمدينة تعز كما دشن فخامته مدرسة الوحدة النموذجية بمدرية جبل حبشي وسير العمل في المدينة الطبية بجامعة تعز والمكوينة من كليات الطب والتمريض والصيدلة إضافة إلى المستشفى الجامعي والمباني الإدارية التابعة للمدينة الطبية التي سيستفيد منها أكثر من مائتين وثمانين ألف طالب وطالبة وأعرب الرئيس العليمي عن شكره للأشقاء في المملكة العربية السعودية على إنجاز هذه المشاريع الحيوية تحت إشراف السفير محمد الجابر شيرا إلى همية التدخلات الإنمائية الإنسانية التي يعمل عليها الأشقاء السعوديون عقبت اليوم الثلاثاء في العاصمة الروسية موسكو جلسة مباحثات رسمية بين وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور شائع الزنداني ونظيره الروسي سيرغي لافاروف تناولت مجالات التعاون بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في بلادنا والمنطقة الوزير الزنداني أكد أن العلاقات اليمنية الروسية تشهد تطورات إيجابية من خلال تشكيل اللجنة المشتركة وتفعيل عدد من الاتفاقيات الثنائية والاتجاه نحو توقيع اتفاقيات تعاون جديدة في مجالات اقتصادية مختلفة وأشهد الوزير الخارجية بموقف الحكومة الروسية الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني مثمنا الجهود التي بذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والسلطنة عمان من أجل التوصل إلى وضع خارطة الطريقة التي تعثر تنفيذها بسبب تصعيد الميليشيات الحوثية في البحر الأحمر وأشار الوزير الزنداني إلى أن التصعيد الجاري من الميليشيات الحوثية في البحر الأحمر واستهدافها طرق الملاحة الدولية عكسة بشكل سلبي على حركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي وشددا على ضرورة اتخاذ مواقف قوية من المجتمع الدولي ودعم حكومة بلادنا في جهودها من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام واتفق الجانبان على تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في المجالات العلمية والفنية والثقافية والطاقة والزراعة والثروة السمكية وانعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين الشهر المقبل التي اتفق على تشكيلها خلال زيارة دولة رئيس الوزراء دكتور أحمد عوض بن مبارك موسكو في فبراير الماضي هذا وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن روسيا قررت زيادة عدد المنح الدراسية للطلاب اليمنيين للدراسة في روسيا في المجالات والتخصصات المختلفة بشنا وزير العدل القاضي بدر العارضة اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ورشة حول تنشيط قدرات القضاة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب نفذتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأكد الوزير العارضة في الورشة على أهمية تدريب وتهيل القضاة في مجال مكافحة جريبة غسل الأموال والتعرف على الطرق القانونية لمكافحتها وتعزيز الفهم في علاقتها بتمويل الإرهاب وأشهد الوزير العارضة بالدور الذي تقوم به اللجنة من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة التي تستهدف تنمية قدرات القضاة والكوادر الإدارية ذات العلاقة وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه هذا وتناولت الورشة عددا من المحاور من التعريف بجريمة غسل الأموال وماهيتها وأدواتها ومراحلها وأركانها وحكمها والمتطلبات الدولية في معالجة الاستثباتات القضائية واسترداد الأصول وغيرها الغرض من هذه الدورة هو بناء قدرات القضاة العاملين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات حول هذه المواضيع كون هذه الجرائم من الجرائم الخطرة التي تشكل أكبر خطر على الاقتصادات الوطنية لأي دولة وهي من الجرائم العابرة للقارات وهذا النوع من الجرائم إذا وجدت في أي بلد أنهك الاقتصاد ويعني أهلك الحرث بالنسل على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بحث وزير الأوقافي والإرشاد الدكتور محمد شبيبة مع نظره المصري الدكتور أسام الأزهري بحث أوجه تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وبرامج تدريب الدعاة والخطباء وبناء خطاب ديني وسطي متزن وثمن الوزير شبيبة جهود جمهورية مصر العربية ودورها الرائد في بناء الأسس العلمية في المجتمع اليمني ووضع اللبنات الأولى لنظام الجمهوري وفي سياق متصل بحث وزير الأوقاف مع رئيس جامعة الأزهر الأستاذ الدكتور سلامة جمعة أوضع الطلاب اليمنيين المبتعثين بالجامعة وتعزيز أوجه التعاون بين جامعة الأزهر ووزارة الأوقاف اليمنية وضع وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحاريزي ومحافظ محافظة المهرى محمد علي ياسر اليوم حجر الأساسي لمشروع التدخل الطارئ لصيانة المقاطع المتضررة من الإعصار تيج في شوارع مدينة الغيظة المشروع يشمل صيانة المقاطع المتضررة من الإعصار تيج في شوارع مدينة الغيظة إضافة إلى استكمال مشروع إنشاء وصفلتة شارع الثلاثين في مدينة المرينة السياحية وأكد الحاريزي خلال وضع حجر الأساس حرص الوزارة وصندوق صيانة الطرق على إعادة تأهيل شوارع مدينة الغيظة والخط الدولي وذلك بعد الأضرار التي لحقت بها جراء الإعصار تيج موضحا أن هذه التدخلات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين البنية التحتية من جانبه ثمن محافظ المهرة اهتمام وزارة الأشغال العامة والطرق وصندوق صيانة الطرق وتمويلهم لمشروع تأهيل شوارع مدينة الغيظة وإلى محافظة شبوى أكد محافظ شبوى عوض العولق أهمية البنوك التجارية في تعزيز الحركة الاستثمارية والاقتصادية ودورها في تحقيق الاستقرار المالي بالمحافظة وشدد المحافظة العولق خلال لقائه مديري وممثلي عدد من البنوك الأهلية والتجارية وشركات الصرافة بالمحافظة على ضرورة تعزيز آليات الرقابة على حجب التدولات النقدية الكبيرة في الأسواق وعدم السماح بالمضاربة المالية بالعملة كما نقش اللقاء سير العمل في فرع البنك المركزي بالمحافظة والعمليات المالية وبرامج التعاون لتوفير السيول النقدية للبنوك والمصارف التجارية توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بالبرد والرياح الشديدة على المرتفعات والمنحدرات والسهول الساحلية الغربية من صعد شمالا حتى تعز والضالع ولحج جنوبا وذلك خلال الاثنتين والسبعين الساعة القادمة كما أشار المركز في نشرته الجوية إلى استمرار تأثير بلادنا بأمطار رعدية ورياح شديدة لافتا إلى احتمال استمرار هطول أمطار متفاوتة شدة بعضها رعدية تصاحبها رياح شديدة على أجزاء من صحاري ومرتفعات وهضاب محافظات المهرة وحضر موت وشبوة وأبيان ومأرب والجوف تشهد مدن صاحل محافظة حضر موت أجواء غائمة جزئيا مع رياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى معتدلة رطبة ليلا فيما تشهد أرياف صاحل حضر موت والأضبة الجنوبية أجواء غائمة تتخل له صحب رعدية خلال فترات من الظاهرة والمساء ورياحا معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حارة نهارا معتدلة ليلا أما مدن وادي وصحراء حضر موت والهضبة الشمالية فتشهد أجواء غائمة جزئيا مع تشكلات للصحب الرعدية ورياحا معتدلة السرعة تنشط خلال فترات من الظاهرة ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى دافئة ليلا والآن مشاهدين إلى حالة التقص نتابعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رئيس مجلس القيادة يصل إلى محافظة تعز ويضع حجر أساس عدد من المشاريع وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الروسي وزير الأشغالي ومحافظ المهرة يضعان حجر أساسي مشروع صيانة المقاطع المتضررة من الإعصار تيج بالغيظة ولمتابعة مزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتلفزيون حضر مو تقبلوا تحياتي أيا محمد وتحية زميلي في النشرة أيمن بحمد وتحية مترجم لغة الإشارة الرائد جروان وطاقم نشرة الأخبار شكرا لكم على حسن المتابعة في أمان الله